كرة القدم أكثر من مجرد لعبة لم تمنع الإعاقة البصرية إكرامي أحمد مشجع النادي الأهلي من متابعة مباريات الفريق النادي الأهلي في كاس العالم للأندية ودعم مؤذرة الفريق وسط آلاف المشجعين قال النادي الأهلي كان بيشرف مصر في هذه البطولة بطولة كاس العالم للأندية ومباراته في كاس العالم للأندية كانت على أستاذ المدينة التعلمية وأستاذ أحمد بن علي لكن هذا المشهد وهذا الفيديو بيبرز لك حاجة مهمة جدا الانتماء الحقيقي للنادي الأهلي إكرامي أحمد ربنا نور بصرك وبصرتك ويعفيك اللهم أمين بإذن الله وزي ما قلت في البداية كرة القدم أكثر من مجرد لعبة والانتماء للنادي الأهلي شرف كبير جدا وتحية كبيرة جدا لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان طيب وإحنا بنتكلم على جمهور النادي الأهلي والملحمة اللي قام بيها جمهور النادي الأهلي والتحدي الكبير في هذه البطولة وبالمناسبة ده مش كلام نحن بس لا ده حتى قاكا نيج بمنتخب البرازيل حتى في مطمر أساطير الفيفا قال تجربة جماهير الأهلي في كأس العام الأندية تحتاج إلى دراسة من قبل اللجنة المنظمة للفيفا عشان نشوف هذه الظاهرة إزاي نقدر نستفيد بيها في كرة القدم العالمية في التواصل مع الجماهير خلال الفترة القادمة إحنا كنا أول ما نقلقنا الضوء على دور ربطة مشجع النادي الأهلي في كأس العام الأندية والتحدي لا يدار يقوم به قبل انطلاق البطولة بـ 72 ساعة والحمد لله كل ما ذكرناه في البداية حصل على مدار البطولة لذلك وإحنا بنقترب من المشهد الختامي أن نلقي الضوء أيضا على المشهد الختامي اللي ممكن تقوم به ربطة مشجع النادي الأهلي مع الفريق واللي كان أبرز حدث وأكتر حاجة أسعدتنا خلال هذه البطولة لذلك في هذه اللحظات أنا برحب بالمستشار حسام أبو العلة رئيس ربطة مشجع النادي الأهلي من أرض المنديال محفزا ومؤازرا لفريق النادي الأهلي في المشهد الختامي مع كل الجماهير جدا في استاذ المدينة التعليمية معاني المستشار أهلا بيك وبرحب بيك على شاشة قناة الأهلي حبيبي يا أستاذ محمد يا أهلا وسهلا بيك وأهلا بقناة بيتنا الكبير وبجد سعيدنا أكون موجود معاك مرة تانية قبل الخطوة الأخيرة في المنديال ويرب يوفقنا إن شاء الله في آخر خطوة في الميت بتاعنا وإنحاء الجرنزية إن شاء الله يا فندم إحنا اللي بنسعد بيك وصعداء بوجودكم وتشريفكم ومؤازيتكم ومسنددكم من النادي الأهلي عملتوا حالة غير طبيعية كنتوا سبب رئيسي في هذه البطولة للرواج العالمي اللي حدث في هذه البطولة الفيفا نفسه بيشيد بيكو فإحنا اللي بنقدم لكم كل الشكر وكل التأدير على دوركم في هذه البطولة وده مش غريب دايما على جمهور النادي الأهلي معاني المستشار الحمد لله رب العالمين الفضل ونعمة المظهر اللي احنا ظهرنا به أنا عايز أقول لك الحاجة يا محمد الأهلي ككيان دايما بيوعد مهوره وبيوفي وبعده فأقل لحاجة ممكن نقدمها له إن احنا نوفي بوعدنا ليه في وجوده في الدوح الحمد لله رب العالمين المظهر اللي ظهرنا به بداية من وصول المطار وحتى الآن مظهر مشابب جدا لنا كجمهور أهلي وكمصري العالم كله بيتحاكى العالم كله مبسوط بالحالة اللي خلقناها حتى أنا فيه تواصل بشكل يومي مع لجنة منظمة ومع الجهات المعنية هنا بدور القطر الناس سعيدة إنها قبلت التحدي ورهنت على جمهور الأهلي وكان الرهان كسبات بشكل كبير جدا الحمد لله فوق التوقعات وأنا يعني برضو عايز أقول لك محمد إنه ده الفرق ما بين جمهور الأهلي ما بين الأهلي ومبين أي حد ثاني الحمد لله الحمد لله طيب المشهد الختامي غدا المباراة تحديد الثالث والرابع ومباراة بالمراس البرازيلي الختام ممكن يبقى إزاي وبتحضره إزاي لمباراة بكرة بإذن الله مباراة بكرة بالنسبة لنا هي زي نفس البرنامج بتاع كل مباراة لو أنت شوف في البرنامج المباراة الأولى والمباراة الثانية جمهور الأهلي هو جمهور آهلي في كل مكان عندنا برنامج محدد للمباراة بكرة إن شاء الله بأمر الله هدفنا هو الميدالية البرونزية إن شاء الله في المركز الثالث فإحنا إن شاء الله بأمر الله هنبدأ من أول دقيقة أو من قبل حتى من فترة الإحماء للعبين وحتى نهاية صفارة الحجم دعم وتشجيع للعبين والفريق وإن شاء الله ربنا يتوضنا بأمر الله رب العالمين بالفوز والمركز الثالث عرب السعر العالم البرنامج طبعا فيه برنامج ثابت أنا أتكلمنا في نهاية الله بكده محمد فيه برنامج إحنا نضربنا عليه من زمان أو من قبل حتى ما في عصدنا للأهل توسط نضربنا عليه بيبدأ برنامج ثابت ولكن بيتغير على حسب معطيات المباراة بنعتمد بشكل كتير جدا إن إحنا نكون عندنا في توزيع الجماهير داخل الإستاذ والتدريب ما بين الجماهير وبعضيها إنه الواحد فعلا يكون بمليون وإنه عادنا في التلتة شمال ولا ما عادناش في التلتة شمال يكون الإستاذ كله تلتة شمال والحمد لله تظهر وشوفناه في المباراتين اللي فاتوا وهنكمل إن شاء الله في المباراة بكرة ومع الفريق الأخر نفس لغاية لمنحق طموحنا إن شاء الله الألف صوتهم صوت مليون أنا هنا في الدوحة الواحد بصوت مليون الواحد صوت مليون طبعا مع العدد اللي إحنا خدنا في الاعتبار حتى في التدريبات اللي كنا بنشتغل فيها محمد إنه إحنا مش حضور عادة مش حضور الاستاذ كانت بطاقته الاستعبية كاملة هم 30% بس وبالتالي يكون فيه تابعة اجتماعي فما فيش كتل كتل جماهيرية هتكون موجودة جنب بعضيها حتفاظا على الإجراءات الاخترازية فكان آلية أو البرنامج يكون متوفقين عليه إنه يظهر بالشكل ده إنه الواحد ثلاث يكون بمليون وده طبيعي جمهوري الأهل الواحد من مليون ربنا يحفظنا ويبنزهم جميعا يا رب بكرة تذاكر المباراة الكامل حوالي 13600 تسقرة بنقول 95% أعتقد يكون جمهوري نادي الآلي بالكامل في ملعب المدينة التعليمية إن شاء الله بأمر الله ولأنه بكرة محمد فيه مباراتين المباراة تحديد مركز دادو الرابع ومباراة النهائي وهيتلعبوا على ملعب المدينة التعليمية إن شاء الله من المباراة بتاعتها الأولى التذاكر أولا كان فيها مرحلتين مرحلة افتتاح الأونلاين ما قبل بداية البطولة وده النسبة 95% زي ما أنت قلت خدها جمهوري نادي الآلي وبعد كده بدأت تفتح تدريجيا أنا جالي يعني كان فيه دقاش بينهم بين حد من مركز تيكيتنج في الفيفا قال إن أقبال على لنك التذاكر من جمهوري الأهلي تاريح كما حصلش في أي بطولة سابقة فكل حريص على الحضور الحمد لله أنا أكاد أجزم أنه فوق الـ 65% من جماهير الحضرة بكرة في الاستاذ إن شاء الله هيكون جماهير النادي الآلي بإذن الله إن شاء الله معالي المستشار حسامة بلوعلة طبعا رئيس ربطك مشجعي النادي الآلي بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفية ربطك المبارات الغد والمشهد الختامي يكون على أعلى مستوى زي ما حدث في بداية انطلاق البطولة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا الأخبار والمزيد ولكن بعد الفاصل